أريد أن أبدأ من النجف وقدسية النجف وأهمية النجف ولكن الإصرار أن تتحول صدامات وصراعات في النجف وفي كربلاء هذا شيء لم نشهده من قبل من يدير هذا السيناريو ولمصلحة من؟ وأين قدسية هذه المدينة؟ الحقيقة ما حدث في النجف وكربلاء وناصرية والبصرة وغيرها من المحافظات المنتفضة الثائرة هو سياق واحد للتعاطي السلطة مع الثورة وهذا التعاطي تجلب وجوه مختلفة تارة أن يتجلى بعمليات خطف تارة أن يتجلى بعمليات اختيال تارة أن يتجلى بعمليات حرق للخيام وهذه السياسة استمرت منذ تشرين ولحد هذا اليوم ما حدث في النجف هو جريمة غير مختفرة وجريمة بشعة جدا وكانت هي خارج السياقات الطبيعية لم تحدث هكذا جريمة في النجف منذ بداية شعلة الثورة ولحد الآن أحنا طالبنا بتحقيق واضح وشفاف في أكثر من مرة والآن حملنا الحكومة سواء المزارة الداخلية أو المحافظة النجف مسؤولية ما جرى من أحداث وما ذهب من ضحايا ونطالبه بكشف الحقائق للمجتمع النجفي وغيره يجب أن يرحل ويترك هذا المكان هو وزير الداخلية باعتبارهم المتسببين الأساسيين في حدوث فراغ أمني كبير تخلى له دخول هذه المجامع المسلحة إلى ساعات التظاهر وحدث ما حدث من جريمة نكراء أدينة دوليا وأدينة محليا وأدينة حتى المرجعية الدينية دانتها بشكل واضح وصريح في خطوة الجمعة السابقة